أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يفوتوا منها شيء وسيجازيكم عليها يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع تأدبوا مع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم تأدبوا مع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضا خوف أن يبطل ثواب أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسون ببطلان ثوابها إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم يوم القيامة وهو أن يدخلهم الله الجنة بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخ فواز ونفع بكم قراءة متقنة وإن كان من تنبيه فإنه ينبه على إشباع حركة الحرف لا سيما إذا ارتبطت الضم بما بعدها من الواو أو ارتبط الكسر بما بعده من الياء كقول الله جل وعلا إن الذين يقضون الأصل أن تأتي بها ضمة مشبعة ثم تولد منها حرف الواو وكذلك في قوله تعالى أجر عظيم أحببت منك أن تشبع الكسرة حتى تظهر لها خالصة من أي شائبة من غنة أو غيرها جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفتح الله عليك وزادك من فضل القراءة طيبة مطيبة مباركة تشكر عليها لكن لا تخل من بعض الملاحظات ومن ذلك أن المحاكاة بارك الله فيك لقارئ ما لا تعني إهمال شيء من المخارج والصفات فتهتم بهاتين القضيتين المهمتين وكذلك لأنها قد تؤدي أحيانا هذه المحاكاة إلى زيادة بعض الأحرف وإلى ما لا يحسن بارك الله فيك وفتح عليك وأشيد بأمر وهو حرصك في التفسير على التحضير المسبق وعدم القول في كتاب الله سبحانه وتعالى بالعلم فتح الله عليك وزادك من فضله ترجمة نانسي قنقر